أهلا بكم مشاهدي هنا لبنان على منصات التواصل الاجتماعي في هذا البث نحن معكم مباشرة من بلدة علم الشعب الذي تعرضت مساء أمس لقذائف فسفورية وقذائف مدفعية مما أدى إلى نشوب حرائق بمساحة كبيرة وأصبحت النيرام بالقرب من البيوت والمنازل يعني يقوم الآن الجيش اللبناني والدفاع المدني وقوات اليونفل بإطفاء الحرائق كما نرى إن إذا مشاهدينا كما نرى يقوم الجيش والدفاع المدني وقوات اليونفل بإطفاء الحرائق إن أيضا هناك نقطة ثانية يندلع بها حريق وهي بمحيط عيت الشعب يعني حريق آخر في حرج حذب عيت الشعب غربي بلدة عيت بعد استهدافه بقذائفة فسفورية يعني يقوم هذه هي مدرسة في علم الشعب يعني النيران من حولها كما نرى إن النيران تلتهم مساحة كبيرة من بلدة علم الشعب يعني بالقرب من المنازل يعني كما نرى قوات اليونفل أيضا يقومون بإطفاء النيران يعني شركة قوات اليونفل بعد أن قام رئيس بلدية أم نقورة بمناشدة اليونفل بالمساعدة لإطفاء الحريق يعني النيران منذ نهار أمس منذ ليلة أمس تقوم اندلعت بفعل القضائف الفسفورية التي رماها يعني هنا تقوم قوات اليونفل بإطفاء والمشاركة بإطفاء الحريق يعني أيضا في هذه الأثناء الجيش الإسرائيل يمشط بالرشاشات الأحراج المحيطة لموقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبة ووادي هونين مقابل بلدة مرقب يعني كما نرى القوات الطوارئ تقوم بإطفاء بأليتها الخاصة والجيش اللبناني أيضا وأيضا مواطني من البلدة يقومون بالمساعدة أنه أيضا أطلقت منذ قليل المدفعية الإسرائيلية قضيفتين على منطقة غاسونة في الأطراف الشرقية لبلدة وكما نرى قوات الطوارئ بالمشاركة مع الجيش اللبناني يقومون بإطفاء الحراء المندلع على مساحة جدا كبيرة في بلدة علم الشعب التي اندلعت مساء أمس بفعل قصرها بالقذائف الفسفورية الحارقة يعني يقوم الجيش الإسرائيلي بيرمي القذائف الفسفورية على طول يعني بهدف حرق الأحراش يعني أيضا يعني نعى حزب الله اليوم عددا من مقاتلية ومنذ قليل إطلاق قذائف باتجاه موقع الحزب بين عيد الشعب وراميا يعني ليس هناك بيوت متضررة في هذا الحريق حتى الآن لكن النيران يعني بمحاذات قريبة جدا من البيوت والدفاع المدني والجيش اللبناني وقوات اليونفيل يبذلون جهودا كبيرة لإطفاء النيران كما نرى في الصورة من إذن هذه هي الصورة من بلدة علم الشعب يعني استهدفت استهدفت إخراج بلدة بليدة صباحا بقذفتين لإرهاب المزارعين الذين يقومون بقطف الزيتون بالقرب من الشريط الحدودي يعني القذائف الفسفورية والضوئية التي يلقيها الجيش الإسرائيلي فعلا تقوم بأضرار كبيرة من الحرائق وخصوصا مع الحر يعني التقص الحار في فترة الظهر مما يزيد صعوبة التحكم بإطفاء النيران ارجوكة التحكم بveis لنرجوكة التحكم بالقرب ما يزيد صعوبة التحكم الضميم يكون الدوجست المترجم من المخل transition الفترة الثم بقени يعني الدخان الأبيض يغطي بلدة علم الشعب كما نرى هذا هو المشهد الدخان الكثيف في بلدة علم الشعب يعني الأمور تتصاعد على الحدود اللبنانية الفلسطينية يعني كما نرى الدفاع المدني القوات المفل يعني بالطبع الحريق حتى الآن لم يصل إلى أي منزل ولكن قريب جدا من المنازل هناك دخان كثيف جدا وتصعب الرؤية والحرارة عالية جدا يعني حتى هناك آليات زراعية تساعد في اطفاء النيران من أهالي البلدة كما نرى أهالي المنطقة يقومون بالمساعدة في إطفاء الحرائق الحريق جدا كبير على مساحة كبيرة من الأراضي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر